اعترف خوفا من التعذيب تفاصيل جديدة حول المتهم على حفل تيلور سويفت في فينة واللي معاه كان المحامي المحامي المتهم بالآهب في فينة بينتقد وزارة الداخلية على موضوع الأدلة الشاب المتهم أو المشتبه به انه هو اللي كان بيخطط للموضوع ده قال انه هو بياخد حبوب مضادة للصرع وهو تحت تأثير حالة نفسية سيئة جدا وهو ده اللي دفعه وخلاه تحت خوفه من التعذيب او هو ده اللي دفعه بالاعترافات اللي قالها لكن هو ملوش اي علاقة بالموضوع وده اللي يمكن انتقد برضو على اثره كلام المتهم مرة تانية اللي تراجع فيه خلا المحامي بتاعه بينتقد وزارة الداخلية النمسوية على الأدلة اللي هم مسكنها وبيتهموا بها دي حاجات بتستخدم في جميع المنازل يعني بصراحة هذا خبر بالغ الأهمية وبدل على انه فعليا في حالة من يعني يعني الشيء الغير مفهوم بطريقة التعامل للأجهزة الأمنية مع الحالات الاشتباه بالإرهاب يعني المحامي المحامي الدفاع يعني اللي قدم واللي صارت الصحف النمسوية توصف توصف عفوا فيرنر تومانك بالنجم صاروا يصفوا بالنجم انه عم يحاول يعمل نجومية على حساب يعني على حساب الحالة هذا المتهم بالعملية الإرهابية واللي هو صورته فعليا ظهر أمامه وعقد مؤتمر صحفي الأرباع الماضي وقال انه يعني انتقد انتقد إدارة حماية حماية الدولة والمقابرات وزارة الداخلية ان العملية التي اجرتها تم تدمير دليل اثناء التفتيش مشير على ادوات المزعوم المزعوم استخدامها في صناعة المتفجرات لم يتم فحصها طبعا وزارة الداخلية قالت ان النجاح والفشل في صناعة المتفجرات ليس هو الاساس في القضية بل الاستعداد لارتكاب هجوم ضد حشود كبيرة هو ما يعزز استمرار الاتهام واحتجاز المشتبه به في السجن الاحتياطي اوضحتمك اين واجب النيابة العامة ونحك مراجعة الافتراضات الافتراضات العملية التي تقدمها على الشرطة وهو ما لم يتم في هذه الحالة وايضا هنا ردت الداخلية ان مهمة قال هنا وزير الداخلية نفسه على لسانه ان المهمة الدفاع هي حماية المشتبه المشتبه به بينما مهمة الدفاع مهمة المحامي يعني حماية المشتبه بينما مهمة الشرطة هي حماية الناس من الارهاب واوضح ان التفتيش تخلص مواد المشتبه بها تم وفقا للإجراءات الدولية حيث تم التخلص مواد المتبقية عن طريق الحرق بعد إجراء اختبارات سريعة عليها وهي مادة الأسيتون اللي ممكن بتكون موجودة بأي بالضبط اللي هي مزيل الأظافر يعني هي مادة الأسيتون هي مادة متفجرة بس ما بكون بتركيز عالي ما بكون بتركيز عالي هي فعليا مادة متفجرة فبصراحة فينا نقول أعتقد يعني حسب قراءتي للحدث أن السيد تومانك محاني المتهم أعتقد استطاع يعني تفريغ القضية من الداخل تفريغ القضية ويعني تقديم أدلة عديدة على أن فعليا يعني الهجوم إلى حد ما شكلي إلى حد كتير كبير هو عبارة يمثل حالة وبيدين التخلص من الأدلة نعم نعم فبالتالي فبالتالي بصراحة فبالتالي أعتقد أن يعني القضية يعني ستذهب يعني إلى إلى طبعا في جلسة في جلسة أعتقد بتستطاع الشخص والمحامي هو طالب أنه بالإفراج عن المتهم به فيعني أعتقد أو بـ 23 ستنبر عفوا سيكون موعد المراجعة القضية بتمبر وأكد تومانك أنه سيقدم طالما للإفراج عن موكله في القريب العاجل طبعا في نفس الوقت وزارة الداخلية أو المخابرات قدمت بعض الأدلة التي تشير إلى استعداد المتهم للهجوم في التاسع من أغسط الماضي في التاسع في اليوم الثاني للحفل يعني بناء على تحليل الهاتف والمحادثات التي كشفوها من عنده يقال أنه فعليا كان ينوي وكان يوجد عنده نية حقيقية للهجوم ومن ننساش أصلا أن المعلومات كلها جات عن طريق المخابرات الأمريكية بغض النظر ولكن على ما يبدو أن الداخلية لديها أوراق ونقاط والمحامي عنده أوراق ونقاط يستنت عليها